النهاردة بقى الواقع بيقول ايه بقول ان السيوبيا لديها معلومات انه ربما الطرف المصري عاوز يعمل اي حاجة فرد رئيس المزارية السيوبيا قالت اذا اضطرنا لخوض حرب بشأن نصد المهضة سنحشد الملايين للمواجه مع حق السؤال هو خلينا بعيد عن التهريج والضحك والكلام ده ايه اللي نرفز ابو احمد ميه اللي نرفزه ده راجل لسه شاب صغير واخد جايزة نوبل صح ومصلى علاقته بأريتريا وحاجة زي الفلت وافرج عن السجناء السياسيين وعمل مناق حلو عارف ابو احمد ده نسبة النمو الاختصادي عنده كام قول انت كام اضرب رقم خمسة اقتربوا كده مشان قول بقى كمان سن عشان قادر حوالي تمانية ونص معدل النمو الاختصادي تمانية ونص ابي احمد ابو احمد ابو احمد باربعين سنة ابو احمد اللي بيهدادنا فاهم ان لا احنا عندنا نمو الاختصادي خمسة ونص في المية والصحافة العالمية بتقول لك ولا حد شقر بيه ابو احمد اجمال الناتج القومي بتاع بلده حوالي متين مليار احنا متين خمسة وثلاثين يعني احنا فرقين ترتيب الجيش المصر اتناشر او تلاتاشر هو سبعة واربعين الناس اللي هما ممكن يخشوا الجيش عنده ستة وثلاثين مليون اللي هو في سن الجيش عندنا احنا عنده خمسة وعشرين ونص بيخش في سن التجنيد سنويا عندنا مليون ونص وعنده اتنين مليون قوات بتاعتنا كلها بالاحتياط حوالي مليون هو مية واربعين الف ومعندوش احتياط عدد الطائرات الحربية بتاعته كم؟ اتنين وثمانين طيارة واحنا عندنا الف اتنين وثمانين طيارة مدرعات خمسة الاف وسبعمية وهو غلبان تمنمية عدد المدافع تلات تلاف مية تسعة وتمانين وهو سبعمية خمسة وتمانين احنا بقى عندنا قسطول حاربي تلتمية وتسعة تاشر سفينة واربع غوصات وتسعة فرقطات واحد تلاتين كسح يعني ايه يعني ايه او استاذ يعني احنا ودخلنا في حرب ضد سيوبيا انا كلها صح؟ طب هو جاء لك الموت يا ترك الصرف يلا عمي بلح ادي الميدان يحميدان وادني اسبتلك هو يا عزيزي المشاهد وبعدين انت خلي بالك احنا عندنا اخوة ضاربة وتاريخ العسكرية المصرية كويس الرجل ده تورط التالي ده تورط في حرب مش هو يعني اسوبة تورطت في حرب ما قارتلي عشرين سنة من تمانية وتسعين لسه السنة الفات من صالحين كويس كده وبعدين احنا عندنا مواني هو معندوش مواني البحر كويس والسودان تبعنا قريبة مننا وعلى فكرة سد النهضة قريب من السودان بينه يعني على حدود السودان واسيوبيا يعني 18 كيلو يعني لو انت علاقتك بالسودان حلوة مع الراجل بتاع الجنجاويد ده اسمو ايه تاجر المئيز ها اسمو ايه حميدة ده ولا حمدتي ولا ايه حمدتي لو علاقتك بيه كويسة حمدتي يطلعك من مطلق خرطوم صح ولا لا وتطلع بالطيارات مين بقى الكارت اللي ممكن يضرب اسيوبيا وده اخطر حاجة في الموضوع احنا عندنا الف طيار صح اه الف طيار وش يعني هنا كده كان طيار اه الف اتنين وتسعين احنا محتاجين طيار واحد دس هو اللي يضرب اسيوبيا هكشف لكم عن اسمه هكشف لكم عن اسمه قائد الضربة الجوية المحتملة القادمة قدامك رو اطلع يا كابتر اطلع ووريه بقى ابناء ايوه هو ده ده مال هو ريكب الطيارة ليه ما انتش فاهم ده هو ريكب الطيارة زي محمد رمضان كده وتصور جنب الراجل وقال له سيب ايدك من حجدون انا بقى هنطلع تطلع دي طلع دي بتاعتنا سيبني 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 قبل منع كان بيتدرب كان ماشي على رجليه فيه صورة له وهو ماشي كده لأ ده دي بيقفل ازاز الراجل قال له بعض نا يا بشوان سيقفل ازاز شردين يا بارد اه 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 هو ده ماشي الراجل اللي جابه بيقول له انت بتعمل ايه بيقول له لا راح ناحي الطيارة قال له طيارة ورا هناك ايه بص بص الطيارة في ظهره ده برضو ماشي جابه رايح فين قال له بس اخدوا الصورة وامجع تاني حاجات كده لطيفة بس الراجل ده ممكن يعمله هو مدرجش طيران بالمنازل ومحمد رمضان مدرجش طيران والاتنين رجبوا الطيارة والاتنين ساقوها صح يعني محمد رمضان احسن من سيسي يرضيك انت محمد رمضان سيق الطيارة وعمل كده والسيس اهو بص بيعمل له كده بيقول له بص صورة ليه جميلة اول جميلة اول لابس العفريتة دي بقول له بقول له ايه بقول له انتشاهد سوا قال لا باش اتطلعت الطلعة دي انا حركة بالطيارة التالية المؤمنة انت ربنا معاك ايه وما لو بلبس اللبس ده ليه بيخوف الاعداء صح وإحنا عندنا قضية اهم من المياه الساس يعني انت دلوقتي بتلبس اللبس ده ليه تخوفنا نه يعني انت بتروح تخطف العالم البيوت باللبس ده فهتعمل هتقاوم المظاهرات بدا حلي بالك فلبس قبل كده برضو لبس سيسي لبس عسكري وراح فين في سينة لبسنا في الحيد لو انت فاكر لما كان قاعد وعمل كده شاف ايه ولبس ضد الارهاب ولبسنا في الحيط ولبس لازرق ولبسنا اه وصعقة اللهم صلي عن نبي ربنا يحفظك يا ابن المصر والله والله ربنا ايه ده ايه البطولة دي ده بين وبين اه ابو احمد ابو احمد سنه اتنون واربعين سنة عشرين سنة بس ما شاء الله ده ياكل عشرة ابو احمد ده اه عصر بناشر جامد واد عكروت قوي انا منساش تحية بتاعت بيروت سيسيا عكروت اه كلنا بنحبك من بيروت